وخليني أقول لكم أن الأهلي اختفم استعداداته من شوية النهاردة لمباراة البنك الأهلي بكرة في الجولة التمنى اللي هتقام على طبعاً استاد حرس الحدود النهاردة فيتسو مسلماني عقد محاضرة بالفيديو مع اللعيبة قبل انطلاق التمرين وتكلم مع اللعيبة في جوانب الفنية والخطاطية وطريقة اللعب اللي هو عايز طبعاً ينفذها خلال مواجهة البنك الأهلي هو بالتأكيد طبعاً يعني مسلماني قادة فترة طويلة جداً مع الفرقة وبعتقد الفترة اللي فاتت كانت كافية إلى حد كبير جداً أنه يقيم أداء ومستوى الكتيبة اللي معاه يعني التشكيلة اللي معاه أعتقد وضحت إمكانياتها بشكل كبير جداً لمسلماني بالمناسبة كمان بكرة يدخل إن شاء الله في أعتقد في القايمة احنا على مدار الحلقة أجيب لحضراتكم القايمة اللي هيدخل بيها مسلماني مطش البنك الأهلي إن شاء الله بس السلية داخل إن شاء الله أعتقد أنه محتاج كمان يحط رجله في الملعب مطشه واثنين عشان يكون جاهز لكاس العالم فممكن بكرة مستوى المسلماني يدي السلية شوية لكن الأهم من ده بقول إنها فترة كافية جداً لمستوى المسلماني عشان يقيم إمكانيات اللعيبة اللي معاه ويقدر يشتغل على فكرة إنه يفرد أسلوبه أو يحط فكره الخططي وتقدر اللعيبة أنها تنفزه على أكمل وجه وصلنا للمرحلة دي ما أعتقدش يعني المساحة اللي خدها على الرغم من تلاحم المباريات وعلى الرغم من اختلاف المسابقات والحقيقة كان فيها كتير جداً مطشط صعبة لكن أعتقد لسه شوية لغاية لما نوصل للمرحلة دي وده هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة واللي همنا بس إنه ده يظهر بشكل كبير جداً طبعاً قبل ما نبتدي المشوارة للأطول والأصعب مشوار دوري أبطال إفريقيا قبل طبعاً ما نروح كاس العالم اللي يهمنا جداً ويهم كل جماهير النادي الأهلي إنه فرقتهم تظهر بشكل مشرف النهاردة دكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم قال إنه المسحة الطبية اللي أجراها الفريق أمس طبعاً عشان يستعد لمواجهة البنك الأهلي جات الحمد لله سلبية وزي ما حضراتكم عارفين كل لعيبة الفريق والجهاز الفني بيعملوا مسحة طبية قبل ما يبتدي التمرين وده حصل إمبارح طبعاً ده وفقاً للبروتوكول الطبي المتبع قبل الموطشات الرسمية